شيب اختصبت النبي العبيل في المقتصبون اختصبت العيل العيل وإل فالابن الاتنين؟ انهم فنانات حقيقية هقول لها مش الممثلات المشهدين لا فرق كبير المقتصبون كانت حادثة فظيعة جداً حادثة اجتماعية هزة مصر طبعاً اياميها انت عارف انها معمولة على حادثة فتاة المعادي اه طبعاً المقتصبون يعني يعني انا بلغني ساعت اترابط ان البلاتوي يتفضى خالص مكنش بي حد موجود غيرك مظبوط؟ اه كان الاستاذ ساعدنا يرزوء الله يرحمه كان شفت شوية حاجات كده انا عايز اعمل هقولك على حاجات اه انا عمر ملمست زميلة من الزميلة دول حتى اسنين التصوير عمرك ملمستها لا 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 يعني اقصد ما فيش اي الحاجات دي انا مضرب عليك قاسي يعني مضرب يعني ممكن تبقى مشهد اختصاب ملومة المصر من غير مجرح مشاعرها على الاقل يعني ايه في ناس ايه مش فاهم يعني ايه هقولك يعني في ناس نوع من الممثلين اللي مش مضربين بيبقى غصب عنهم انهم بيعملوا المشاعد بعنف يعني يمسك جامد يضرب جامد ده حسب تركيبة الممثل وفي زملة كتير كده يعني ما بقاش الزملة تحصل انت عينك بتعبر عن كل شعور المختصر هو ده هو ده اللي انت بتكلم فيه لا انا رأيي في فن التمثيل بالذات ان اهم عنصر معناصر الممثل العين دي مش اهم عنصر اهم مش عنصر في الانسان يعني حضرتك ما بتروح ده ايه دكتور امراض نفسية اول حاجة بيعملها بيقعد بص لك كده هو بكتشف شخصيتك من عنيك يعني فمسألت العنف قلها عنف دي مهمة جدا في الممثل معنا عملت من اشهر من اشهر مشاهد لاقتصاب مع الاستاذة الزميلة العزيزة جيدة الليلة علوي وفي التخشيبة نبيلة عاطف كان تعلمت منه الحرص الشديد على التفاصيل ما خوفتش من التخشيبة الدور كان صعب واختصابك لنبيل عبيد واختصابك لنبيل عبيد حرقتك والناس كانت فرحانة يعني الناس فرحانة فيها بعد ما موزتني يعني لا لان فعلا احباس الفيلم كانت لصالحي يعني هم خوفوني يعني ستكرهني لكن انا كنت تحريص جدا ان بقى في شعرة في فن التمثيل مبين دا كان اول مرة تعمل دور شر بالطريقة دي لا انا كنتشفت في دور شر في مع الاستاذ محمد خين الله يرحمه فيلم الثقر اول حادثة التصاب في السيلمة النصرية كانت الاستاذة يسرى في فيلم الثقر عملت بعض الثقر فهو التبيس مختلف تماما عن تركيبة الثقر يعني ثم التخشيبة والحريف والمجموعة الافقر رضي فعلي ناس عالتخشيبة ايه كرهوك؟ جايزة احسن ممثل احسن ممثل انا بتكلم عالشارع اصلاحنا عندنا الشارع لا ينفصل يعني زي ما بيصدق ان في الاخر ده مش حمدي الوزير يعني الناس بتصدق بحقيقة انا فيه ناس كتير قوي وخصوصا بعد التخشيبة كانوا بيخافوا يتعاملوا معايا انا بتشوف ناس كنت تجري يعني تشوفني انا مرة داخل اسنصير احد الاحد القتلات يعني داخل ففي واحدة امها البنت جارب جارب فمش عايزة تركب معها الاسنصير اشتركوا في القناة